السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي هنها ان شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع اللي مهم مهم بزا في كل شي يعني مربي الأرانب كيقلبوا عليه وهو كيف تسمين صغار الأرانب بسرعة الصاروخ يعني بحبوب موجودة في الصغر يعني بعجالة ممكن هنروع له هاد هاد الموضوع ان الخليط ديال هاد الحبوب هادي يعني غادي تشدوا واحد يعني مشو السوق غادي تشريو قردية احنا كنقولوا قردية هي واحد لميكيال ميكيال كي تعملوا به الفلاحة شنو غادي تديرو غادي تشريو قردية ديال الشعير وقردية ديال نخالة غادي نوريكم طريقة ديال الخلط وطريقة ديال كيفاش تعطيه هاد 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 النخالة وهاد الشعير وهاد الدرع اذا اليكم الطريقة تابعوا معي الفيديو اذا الخلطة ديالي هي هادي يعني خلطة سحرية انا كنع سابرها يعني تسمين مباشر بالنسبة للالانب انتو ما هاد نوريكم بعباس نوراني دايرها دايرها في هاد البرميل هادا على حسب يعني الحفاظ على هاد هاد الخليط هاد عبارة عين اني الخليط عبارة عن لخالة اي اني هاد الكيمية كلها على تقريبا طايح بشي ا 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 � 2-27 دا вариант ياني هاد عائلة اسمو فيها انا ا ا ا ا ا انا خلطتها بيدي هذه هاد الخالطة هادي اشفيه فيها النخالة هاده النخالة هاد النخالة وفيها الأضرع ها اي وفيها الشاعير هاد الشاعير كيقولوا شاعير بيزانة كان شعير رقيق ومزيلا ولكن هذا يموتوا عليه الأرانيب شعير البيزانة اقلوا معي شعير البيزانة هذا الخليط هذا الكمية لأن الكمية التي ستعطيه الأرانيب لانه لا شيء بزاف ستعطيه مغي 100 غ ستعطيه مرة في الصباح و مرة في العشية 100 غ ممكن تعطيه الأرانيب الصغار طاقة اللي كتبلي فيهم والوزن الناس اللي يقلبوا على التصميم هذه فرصة هدية من يوتيوب وهي هدية من القناة ديالي ديدو سامدي هذه هدية مجربة الناس اللي يقولوا لي الطريقة كيفاش نعطيه هذه الخلطة هذه بالنسبة للصغار ممكن تعطيه هالوم هاكة ماشي مشكلة تعطيه هالوم هاكة أما بالنسبة للأرانيب الأموهات نيت تولد لكم شيء أنثى شدوا واحد المقدار ديال هاد الخلطة هادي وتكبوا عليه واحد شوية دياللماء ساخن ولكن ماشي بزاف ماشي بزاف دياللماء غي حدو أنه يسرد واحد شوية وتعطيه هالوم في الصباح الباكي كلهم متأكدين أن الأموهات ديالكم غادي يفيدوا بالحليب أولا أن الخالة غادي يشدوا الصحة ديالهم غادي يسترجعوا الصحة ديالهم وغادي يكونوا يعني في وحد الحالة يعني مزيانة مئة بالمئة إذا عقلوا معايا بالنسبة للتسمين ديال الصغار ممكن نعطيه هالوم هاكة ناشفة ماشي مشكلة نعطيه هالوم هاكة تعجبهم بالنسبة للأمهات والذكر ولكن خصوصا الأمهات اللي يالله ولدوا يعني في السمنة الأولى في النهار الأولى الثاني الثالث شدوا هاد الكيمياء هاكة كيمياء ماشي بزاف ممكن جوجة تيصان ديال ياغورس وتتسردوهم ماشي ماشي ستتغرقوهم بالماء لا يعني خوفا من المرارة باش مدينو مش مرارة غيب جهد الماء يعني نحنا كنقوله يتبرب شو واحد شوية بالماء الساخن ماء طيب تخليه شوية يبرد غيب بما شوية يبرد هاكة أو تعطيهم مياكلوه كونوا متأكدين انها خلطة رائعة رائعة بزاف كعا هادي خلطة مجربة من سنين وانا كانت استعملها وخصا كنديرها الآرين بالبلدية البلدية كتستقلهم كتر من الرومية ولكن الرومية جرتها معهم والكروازية كذلك نفس النتيجة يعني مورضية للغاية كاين الناس اللي قد يقول لي الاتمينة الاتمينة كيفاش هاد القرضية بلاش حال كتدير بالنسبة للشاعير شاعير بيزانة وبالنسبة النخالة وبالنسبة الدورة وهالدورة هادي را كتكون يعني مدكتقة يعني احنا كنقولو ماشي دورة دورة نيشن لا كتباع هاكة ماشي انتنو مكتشدوها تحنوها لا كتباع موجودة هاكة اذا بالنسبة للاتمينة الشاعير كيدير 12 درهم سجلو معايا باش يلمشيتو الصخص عارفو راسكم اش كتديرو اذا الدورة كتدير 12 درهم الشاعير كيدير هذي قرضية قرضية رافية واحدة كمية كبيرة ما تشيلوش بالكيلو اللي لاشيتو بالكيلو را كتح لكم غالي ديرو قرضية قتح شوية رخيصة قتح رخيصة قاع بزاف اذا القرضية ديال الشاعير 11 درهم القرضية ديال الدرا 12 درهم القرضية ديال النخالة رخيصة في الثامن كتدير 6 درهم ونصف 6 درهم ونصف اذا هذي الخالط كله كتشدوه وكتكبوه في البانيو وكتخلطوه بيد ديكم ولا بشي خشبه ولا وكتقوه تستعملوه تعطيه الصغار ديالكم كونوا متأكدين انه راه تسمين بسرعة الساروخ انا راه ما كانت تيقش انه انه مني كنعطيهم هذه الخالطة هذي يوم عني يوم كنحس بيهم كيكبروا عندي يعني الحمد لله انا كندير شي تجاريب يعني كننشوفه من الناس القدامة ولا كان نجرب الراسي المهم مني كان كان نجرب هاد هاد يعني الخالطة وكان لقاها صدقت كان نحاول انني نشرها مع العائلة ديالي اللي هما نتومه بدون نفا كان اعتبركم العائلة ديالي وكنتمنى لكم الخير ديروا هاد الخالطة هذي ان شاء الله وراها غادي تشكروني عليها مرحبا بالتعاليق طيبة ديالكم كنشكركم بزاف التعاليق طيبة ديالكم اه الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادي بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف ما تنسونا بزر جيم وتكيوا له زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة